أهلا وسهلا تدرسون grammar مستوى جامعي أكيد يتمرون بهذه توم وسالي وهذه دردشة بينه حلو تخيل جاك نص وقال لك في الامتحان تأمل لي تأمل lexical grammatical يعني يركز على معنى الكلمة هي الكلمة اليونانية للكلمة يعني كلمة الكلمة بالعربي كلمة بالتركي كلمة بالانجليزي word باليوناني lexy والانجليزي يقول لكس عموما لكسز كلمة معناتها كلمة طيب ليش ما تسمونها وورد وخلصها لأن العالم الأكاديمي جذرة يوناني فلما نقول لكسي لكسيكو لازم الكو هذي كواصل لكسيكو grammatical يعني هذا البحث الحين احنا بنسويه هو grammatical يعني في قوانين اللغة وهو في معاني كلمات اللغة اذا احنا راح نكون حي المنطقيين ما راح نقفل بس على هذا subject verb object هذا يعني past present ما راح بس نركز على هذا شي راح نركز على معنى سالفتهم ولما نركز على معنى سالفتهم نتكلم عن هذه الشغلات الثلاثة وشلون نطلعهم وشلون نحل حل ناموذجي في الاختبار يعني الاختبار يقول لك طلع لي field والmode والtenor مال هذا النص فالحين انا بالاختبار وامامي نص فرضا يعطيك نص حواري عادي دردشة ولا يعطيك مثلا تقرير نشرة اخبار اي شي فالfield السالفة كلمة field يعني المجال وإحنا شون نستخدم كلمة المجال باللغة العربية نقول مثلا المجال الجوي اللي الطيارات يطيرون في مجال بري مثلا ولا تستخدم كذلك في الرياضة ان هذا يلعب في field اللي هي مساحة وكذلك بكلامنا نقول يتكلم عن اي field عن اي مجال مثلا المجال الطبي medical field فالfield هني اللي احنا نقصده هو سالفتهم محيط سالفتهم خلنفترض ان توم وسالي قادرين تتكلمون عن حفل الزفاف ها اذا هم في الفيلد الاجتماعي لحفل الزفاف حلوين نجي على المود الوضع شوني حين المكيف مثلا وانت ماسك الروموتين كترول يطلع لك cool mode يعني وضع التبريد ولا auto mode اختصار automatic الوضع الاوتوماتيكي اللي لما تحس ان فيه حرورة تقوم هي تبرد من نفسها ولا مثلا heat يعني تسخن هو الوضع ف احنا بالفيلد في المجال نقول هم يتكلمون كتابه ولا نطق وهني ينقول يتكلمون كتابه ولا نطق ولكن الفرق ما بين الفيلد والمود هو هذا الفيلد قلنا مجال صالفتهم المود هو وضع تواصلهم هل في spontaneity بمعنى عفوية هل الشخص هذا spontaneous شنهي درجة عمق التواصل اللي بينهم هو شون قاعد يكلمها هو اذا كان يكلمها بشكل حير رسمي شنه نستشعر انه واضح انه ممكن موظف وهي تبيه نسق حفل زفافة بس اذا كان يكلمهم بعفوية هذا زوجه فالمود يعلمنا كثير عن علاقتهم ليش لان احنا ما نركز بس grammar احنا اذا نركز grammar نكون جامدين ما نركز على المعنى نركز على قوانين اللغة وخلاص ولكن لانا احنا نشوف السالفة بشكل لكسيكو يعني معنوي معنى الكريمات grammatical فحتى باستخدامه للgrammar راح نلاحظ ونستشعر من اسلوبه عمق التواصل اللي بينهم وهل بينهم حواجز رسمية ولا لا واما تنر ادوارهم الاجتماعية يعني هو لما يكلمها تحس شنو دورها الاجتماعي امامها وهي لما ترد عليه شنو دورها الاجتماعي امامها هذا الحين تنر تمام فانا الحين في الاختبار تمام الحين ورقة السؤال ورقة الجواب شون اجاوب وهو قال لك فاهمنا اول شي تسوي قول سالفتهم الرئيسية قول هم شنو سالفتهم هات الفكرة الرئيسية خلصت هات على طول على طول قول مباشرة شنو الفيلد وحط F بمعنى الفيلد وابدأ هنا هات الفيلد خلصت على طول مباشرة اختار انك تقول الموت اللي هم يتكلمون به خلصت مباشرة قول التنر بتقول انا الحين احس اني انا خلصت كل شي وهو فعلا انت كفيت ووفيت لانه هو مثلا في الاختبار قال لك هات لي الفيلد والموت والتنر بس اذا اراد منك ان انت تسوي زحمة وكلام طويل يعني قال لك اكتب 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 باسهاب فاكتب فقرة ثانية هات الفيلد نفسه اوه صاح اه اه خرب شدي خرب صبورتي نحظة نحظة فهات الفيلد ووضح الفيلد الفكرة الرئيسية نفسها وهات الفيلد والموت والتنر بجملة واحدة يعني يقول فاللي يتكلمون عن حفل الزفاف بعفوية وهم زوج وزوجة نفهم منهم كذا كذا انت الحين قفلت التلحين شنو اللي سويته سويت ساندويت جبت التلحين شنو اللي انت فاهمه وضحته وراها فغسطه في النهاية مع البداية وبهالشكل تكون التجاوض جاوب مثالي بس هم في ملاحظات خفيفة لطيفة ضريفة نبي نظيفة لازم تكون بارع بثلاث جغلات انك تقارن ما بين النصوص اللي عندك كانت ما كانت من النصوص وقضب لك اي نص صغير وقل حق عمرك انا منطقيا ابا فكر شنو التنر التنر والمود ويا الفيلد وكذلك لازم انت تكون محقق لان هذه السنفة حين تعتمد على المنطق وفي الختام لازم في شغلة تركز عليها حين وهي كلمة متى نحن مو تسمع مثلا والله هذي احداث ميتافيزيقية شنو ميتافيزيقية كلمة متى انت كطالب جامعي ابدا راح تشوفها تشوفها تلصق بكلمات كثيرة حين ما نقول ميتافيزيقية شنو فيزيقية الفيزيقية اللي هي الجسم المادي متى اللي هي الميتا يعني ما وراء الطبيعة يعني ما فوق الطبيعة متى بالنسبة لنا الحين شنو تشوف المتا فانكشنز الفانكشنز شون اللغة تشتغل شون انت تتفعل معنى اللغة فانت شوف اي نص وشوف المتا فانكشنز مالت شنو المتا فانكشنز مالت اي نص انا حسنكم تلخبطتم واحترتم ولكن ما انو ابعطيكم مثال يفاهمكم كل شيء ونطق الجرس الاحمر وانت راضي تخيل انا مثلا اقول حق واحد خلنقول اسمه جون فانا بعلم جون انه توم مات وبستخدم يعني عبارة داري اجي عند الاجانب تفد معنى الموت فانا اقول له مثلا جون هل تسمع ما حدث لتوم ما حدث لتوم اقول له توم كيكت توم توم رفس الباكت شونه توم رفس الباكت ماذا فيرد عليه اللي انا مكلمة يقول اوه 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 ماي جاود طيب شلون دره ان معنى رفسة السطل معنى انها موت هم عندهم العدام يوقفون واحد على الباكت فلما تنرفس الباكت ينشرق ففي ناس يعني معنى ان رفس الباكت انها مات ولانما اقولك عصفرين بحجر مو معنات ان انا فعليا مساكت حجر وضربت لي عصفرين لا هذا بس ترى مثال سطحي حيل على ان انت لما تيجيك سالفة لا تقضبها بشكل حرفي تشوف شنو الكلمة هذي مو احنا قلنا لكسيكو غراماتيكو انه يعني معاني كلمات ويا قوان قواعد اللغة وقوانينها لا تمسكها بشكل جامد لا شوف شنو انت تستشعر من كلامهم يعني مثلا واحد كان زعلان ويا زوج تحيل بعدين فجأة يقولها خلاص اليوم انا بسوي العشاء هذا شنو معناته معناته انا ااسف وهو ما قال انا ااسف بس بادر اذا في معنى فوقي متى في معنى فوق تفاعلات اللغة فانت علشان تصير شاطر ومنطقي لازم تصيد هذه الامور شون تصير شاطر هالشكل كثر من القراءة النقدية النقدية تنقد critical thinking critical reading تفكير نقدي القراءة النقدية فاذا انت ما عندك تفكير نقدي تنقد على الاشياء وانت تفكر فيها لجي تقرأ ما رح تقدر تقرأ وانت ناقد احنا نقولها بالقاف البدوية ناقد ونقدة وينقد انما هو النقد ايه والنقد هو رصد الاشياء الخفية والغير بارزة جدا وكذلك النقد يعني ان انت تأتي بالسلبيات انما المقصود فيه هنا ان انت تصيد الشغلات الصغيرة ايه و بس واي سؤال انا حاضر اشتركوا في القناة